موسيقى شكراً أستاذ سامح والحقيقة أنه دائماً نقابة مصر هي قائدة للنقابات العربية للمحامين وغير المحامين وهذا الدور نحن نحترمه ونجله واتفاقنا اليوم كنقابات ثلاث هو تداركاً لما قد يحدث لا سمح الله أي أمر خلل في السودان لا شك أننا ندعم الآن ما تقوم به نقابة المحامين في السودان ونؤكد على دورها القانوني الرئيسي وخصوصاً في إعلان أو إعداد دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية التي ستكرز فيما بعد المرحلة الدائمة أو الدستور الدائم لنظام جديد نظام يقوم على التعددية وليس احتكار السلطة على سلطة الشعب على حكم الشعب كما تعودنا دائماً في مطالبنا الحرية والديمقراطية هي الأساس في كل أمر يحكم أي دولة وما نؤكد عليه أننا لا نريد للسودان أن يتجه إلى ما حدث في بعض الأقطار العربية الأخرى مثل سوريا وليبيا واليمن نريد استقرار نريد أمن نريد لقوى الحرية والتغيير في السودان أن تتوحد جميعها في مضلة واحدة على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية حتى نصل إلى الاستقرار وإلى وجود قد نصل إن شاء الله إلى حكومة برلمانية أو نظام حكم برلماني وهذا هو ما يأمله زملائنا في نقابة المحامين في السودان ونحن ندعمهم في ذلك كل الشكر والتقدير للأستاذ سامي عاشور والأستاذ عثمان وشرف لي أن أشارك معهم في هذا التوافق والاتفاق على مصلحة قومية لجزء من الوطن العربي كل الامتنان شكرا